اشتركوا في القناة توقع السعر سيكون كذا لكن يقولك السعر سيكون بـ 500$-499$ زائد البرسكريبشن أو الوصفة الطبية مثلا إذا كنت تحتاج نظارة أو عدسات تغيير فترفع البرسكريبشن حق Apple وتوصل لك النظارة مع الوصفة الطبية ما أدري كيف ستكون في الدول العربية؟ ما أدري كيف تشتري نظارة من موقع Apple أو من ونزعين المعتمدين في الدول العربية وكيف ستكون البرسكريبشن فما ندري عنها كيف هل ستقدر تأخذها من Apple وبعدين تشيل العدسات وتركبها مرة ثانية؟ البروجيكتر بيكون في نفس العدسات ولا لا؟ ما ندري إلى الآن؟ رح نشوف قدام المهم أن النظارة بـ 500$ إلى الآن تسير باتي ممكن تتغير؟ ما ندري بالنسبة لي ما توقع أنها تكون بـ 500$؟ ما أدري ليش النظارات اللي نزلت مثلا قبل 3 أو 4 سنوات أو أكثر من 4 سنوات لما شاهدت النظارات Google اللي منزلتها كانت بـ 1500$ ولا تقدر تشتريها برضو مش كل شخص يقدر تشتريها وكانت برضو البروجيكتر يكون في نفس العدسة أو في فوق العدسة في البروجيكتر وفي جهة واحدة لكن النظارة تابل رح تكون البروجيكتر أو اللي بتشوفه في العدستين نفسهم فانتين هم فشي قوي يعني العدستين تشوف كل شيء ما أدري كيف رح تكون أنا ما أدري كيف ما تخيل كيف رح تكون في المستقبل لكن نشوفها قدام. الحلو فيها أن أبل يعني بتحاول أن تقلل السعر فما رح تكون المعالجة في نفس النظارة نفسه لازم يكون عندك الهاتف لازم يكون مشبوكة على الجوال فالمعالجة أو كل شيء رح يكون عن طريق الهاتف مشبوكة بلتوث فكل شيء رح يكون عن طريق الهاتف هذا اللي بيخلي أبل تخلي السعر رخيص فنشوف قدام كيف رح تكون نفس نفس ساعة أبل أو منزلوا ساعة أبل الأولى كان كل شيء بتحكم على الجوال حب 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 حين خلو ساعة أبل فيها أبل سطور وفيها الأشياء لكن الآن مربوطة بالجوال كانت تقدر مثلا جوالك تاركة تقدر تشفيه الإسم في هل الأشياء لكن في الفئة الأولى أو أبل واتش ون ما كانت تقدر تستخدمها إلا بالجوال فنشوف أبل غلاسز هذا اسمها اللي رح يكون ما رح يسمونها آي غلاسز أبل قدام كلمة آي آيفون آي باد أحين لا أبل واتش ما بآي واتش آي واتش كانت لحك شركة اسمها المهم الناس سيسمونها فالنظارة أيضا ما ستكون في شمسية إلى الآن يعني الابل الجاسس تشتغل عليها وفي إلا نظارة طبية يمكن في المستقبل نزل نظارة شمسية فإلى الآن هذه المواصفات كلها لحق النظارة النظارة على الكلام الموجود مؤتمر من مؤتمرة الابل للسنة هذه يمكن مع مؤتمر الايفون بس يخلصون الايفون طلعوا الايفون جديد طلعوا ابل واتش الجديدة في النهاية يقول one more thing تكلمنا من زمان معنات one more thing او ابل ليش ما اخذ هذه الفريز ان في النهاية تقول لك one more thing شي جديد ابل ما مرة سوتها فهذه الحركة يقول لك يمكن تنزل على نهاية السنة هذه او بداية السنة الجاية وتعلن عن ابل وتوقع انها تتأخر بعد الاعلان انها على 2021 او 2022 بداية 2022 ننتظر قدما توقع انها تتأخر لان ابل لازم تعلن عنها وتنتظر كم من شهر لحق المطورين بدؤون يطورون برامج او شئ لها كيف تستخدمها لكن اتوقع انها حركة حلوة اللي بتسوي فيها ابل فراح يكون فيها الليدار هذا الحركة ان ابل نزلت العبادة الجديدة حين بالليدار ودفعت الناس ان يشتخدمونها وتقدر مثلا اعدادات تفتح الليدار شيريق مع ابل تاخذ نعلومات لحق الليدار عشان ابل تحسين لحق الليدار عشان تستعد لحق النظارة تقعد تسعد ابل بالحركة وبتنزل الليدار برضو على الايفون ف ابل جاهزة توقع ان الليدار راح يكون شيء قوي في النظارة نفسها فالنظارة ما راح تكون بيها كاميرا فحركة حلوة انك تمشي مدهنا بالشارع وتشوف الاشياء بال A-R حلو الحركة وبرض يقول لك تلابس النظارة او اللي طلعون في النظارة من القبالك ما يشوفون الاشياء اللي تشوفها فحركة حلوة توقع ان النظارة بتبرب بالنسب لي الشيء اللي مشجعني فيها ان ما يحتاج حين يكون عندك ايبال عشان تشوف فيلم مثلا توقعوا انت لو يحطون ذلك الحركة خلاص من نفس النظارة انت تشوف الفيلم وتشوف علىها خلاص اكبر حجم قد ما تشوف عيونك او نظراتك تشوف الفيلم كله حركة حلوة مدري هل بيحطوا فيه سبيكر لكن لا تتعبوا نفسكم الاشياء اللي نتكلم عنها في شركات ثانية رح ينزلوها قبل 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 نذكر الساعة يمطلع بس تسريب عنها في 2012 الشركات كلها نزلوا ساعة سامسونج وير سامسونج بكاميرا وما كاميرا طالين قبل طلعتها وطلعت شكل الساعة فتوقع ان بالتسريبات اللي طلعتها حين الشركات على السنة هذه وبداية السنة جاي بتطلع نظرات خاصة في الشركات الثانية نشوف قدام ما يسوون في النظرات ولو نتكلم عن كيف تشحنها الشحن رح يكون توقع من فوق التسريبات اللي موجودة انك تقلب النظار وتحطها مثلا على ويرلس شارجر اتوقع عنا اوكي اول حركة اللي طلعت التسريبات لحق الايفون 12 او الايفون القادم السنة جاي انه بيكون في زي الجهة اليمين بكان الشاحن نفس حركة العيباد لحق القلم فيمكن يكون فيها زي الماقنيت كذا شاحن تحطها على الشحن ما ندري الان كيف رح الشحن لكن يقول لك ويرلس شارجر سيكون فيها برضو رح يكون فيها سكان لحق ال QR كود الكل يعرف من نفس النظارة صار عندك QR كود تقوم بسكان وتشوف السكان لحق الشي اللي فاتحة انا بالنسب لي مشجعتني لو تشوف انا فيلام خلاص ما يحتاج تشترى ايباد 12 انش او مثلا 13 انش او 14 انش او تلفزيول خلاص نظارة نفس تشوف تشوف فيلم فيه لو يحطهم في ميزة تشوف الفيديوهات اول واحدة ما يكون فيها كل الميزات شي طبيعي نفس الايباد اول ما نزل يعني انا نقهرت اول ايباد نزل في 2010 ما ادري ليش قبل ما اضطت فيه كاميرات كانت في فترة نزل ايفون 4 فيه كاميرات قبل بس ان اول اول جهاز تنزل لازم تقسس نبض السوق فراح يكون اول جهاز ما فيه كل الميزات تقسس نبض السوق اذا كان فيه اغبال من السوق فالتحريط لحق النسخة الثاني بعدها بكم من سنة يكون فيه صب قبل عليها الميزات كلها طريقة تحكم تغريبا على كلامهم بالايماعات ما ادري هل كيف الايماعات راح يكون نشوف قدام برضو كيف راح تقوم فهذه كل التسريبات لحق الساعة مثل ما قلت لكم الاي راح يسمونه ستار بورد كنترولز اللي قلت لكم بالايماءات الداتا كلها والمعالجة كلها راح تقوم بالايفون في اللايدار الويروس شارجينج بخمسمية دولار و راح تتوفر يمكن الربع الرابع من 20 و 21 او الربع الاول من 20 و 20 لكن ابل راح تعلن انا قبل مثل ما قلت لكم فبس كتب لي تحفة علاقات هل ما تحمسين لها ففي نهاية الفيديو اتشرف اضافتكم في سناب شات و اتشرف ان اشترككم في المقطع وعمل لايك المقطع و تعليقاتكم تحتها منيك ولا تنسوا من الفضل دعاكم السلام عليكم اشتركوا في القناة